يبدو أن الزعامة الأمريكية للعالم أصبحت مهددة لصالح روسيا ما أثار قلق حلفاء واشنطن في حلف الناتو والشرق الأوسط سيما بعد قرار الرئيس دونالد ترامبا تخلي عن الحلفاء الذين حاربوا تنظيم داعش الإرهابي وهم قوات سوريا الديمقراطية شركاء التحالف الدولي ضد الإرهاب فقد دع وزير الخارجي الفرنسي جونيف لودريان أعضاء التحالف الدولي ضد داعش إلى ترتيب صفوفهم في ظل تنازل الولايات المتحدة عن دورها في المنطقة مشيرا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية يدفع العواصم الأوروبية إلى مراجعة تحالفها مع واشنطن لودريان قال أن فرنسا في هذه الظروف تنظر إلى روسيا ودورها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية لافتان إلى وجود مصالح مشتركة بين باريس وموسكو في هذا الخصوص وشدد لودريان على أن أمنى فرنسا على المحك في ظل العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا محذرا من أن العدوان التركي قد يفتح الباب لإنعاش تنظيم داعش الإرهابي من جديد وكان لودريان أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء فرار تسع داعشيات فرنسيات من مخيم بشمال شرق سوريا في ظل العدوان التركي على المنطقة مشيرا إلى أن المخيمات التي تؤوي محتجزي داعش الإرهابي ليست مهددة في الوقت الراهن وجاءت تصريحة لودريان عقب نقل قوات سوريا الديمقراطية تلك المخيمات لأماكن أخرى بعيدا عن المعارك وذلك بعد فرار مئات العناصر والعوائل التابعة لداعش من مخيمات وسجون تعرضت لقصف وهجوم تركي من خلايا تابعة للعدو التركي والتنظيم ويرى الأوروبيون أن العدوان التركي على الشمال السوري كان بمثابة طوق نجاة للدواعش المحتجزين لدى قصد لكن الغريب أن هذا لم يترجم إلى تحركات على الأرض لحماية الحلفاء ومنع إنعاش داعش من جديد ترجمة نانسي قنقر